استقطبت مطارح مأرب كل القوى اليمنية الحية بمختلف مكوناتها الاجتماعية وتوجهاتها السياسية إلى جبهة الاستفاف مع المشروع الوطني الجامع لكل اليمنيين في تلك اللحظة الحريجة من التاريخ اليمني كانت الآلة الإعلامية التابعة لميليشيات الارتداد الكهنوتي على النظام الجمهوري قد نالت من وحدة اليمنيين وعملت على تغييب وعيهم الجمعي من استيعاب خطورة المجريات المتسارعة في المشهد العام مثلت مطارح مأرب وثيقة شرف يمني في تكوين جبهة ردع وطنية للمشروع الفارسي الكهنوتي قائمة على أسس متينة من اليقين الجمهوري وثبات الموقف والمبدأ ونظمة لكل مسارات الفعل المقاوم على الأرض المواجهة في جبهات الدفاع عن كرامة الإنسان اليمني ودولته ومقتسباته الثورية والجمهورية وشكلت مطارح مأرب ضمانا مستقبليا في جعل مأرب ما هو أفئدة اليمنيين وملاذ النازحين داخليا من الحرب الحوثية والتهجير القسري وكذلك مركز جذب لرأس المال الوطني في الاستثمارات وفرص التنبية الاقتصادية احتفظت مطارح مأرب بأعلى رصيد من القيادات العسكرية والأمنية التي تعد أبرز رجالات الدولة والمرحلة التاريخية في معركة تحرير اليمن من الاحتلال الإيراني المقنع بميليشيات الحوثي والوكلاء المحليين وكذلك فإن عشرات المئات من الشهداء الميامين هم من المنضوين تحت مبادئ المطارح وميثاقها الوطني العامة وأوائل من هبوا في مرحلتها التأسيسية وصفوف نضالها المبكر ضد العدوان الحوثي الإيراني ترجمة نانسي قنقر